ردا لسؤال ايجاني انه بيقدر نعمل مكدوس طول ايام الشتاء اكيد طبعا بنقدر طبعا الموسم شتوي والبتنجان موجود ولساته حجمه صغير لانه لما بيكون كبير بيكون مبذر من جوا بنقدر نعمل مكدوس انا عملته المرة هاي بالبتنجان الحمصي المدعبل متل متو شايفين انا راح ااخد الكبير واعمل ومكدوس والصغير عملتلكم اياه مربة بيتنجان ونزلته على قناتي موجود وكمان نزلته على تيك توك للناس اللي بتحب التابع على تيك توك هون انا نزلته بمي غليته حوالي 8 دقايق ورفعته من المي المغلية على مي باردة لحتى يتوقف عملية النج وما يستمر بالطهي ملحته بملح خشن بنجيبه من عند العطار مخصص لهيك اشي بحطه بمصفاين بحط عليه تقل وبتركه هلا الحلو بالشتاء انه ما بنخاف على البتنجان يطول برا يعني على طاولة المطبخ العادية يوم يومين ثلاثة غير الصيف بنخاف لحتى ما يحمض بنزل الماي وبيصير بالشكل هذا وبنروح وبنجهز الحشو الحشو المتعرف عليها جوز عن جمل مجروش خشن تومي بس المرة هاي رح نستعمل تومي قليل ودبس فلفلة يعني الزاكي اللي هو بيعطي الطعم للمكدوس سواء انت عملتيه بالبيت او شارتيه من السوق ما في اي مشكلة ممكن تعمليه كمان بالفلفل الشطة الحار الفريش بس اهم شي انك تصفي منه المي اهم شي ما بدنا مي نهائيا انا كمية الجوز هاي حطط عليها سنين تومي فقط لغير والملح انتبهوا لانه نحنا ملحنا ورشينا ملح بين طبقات البتنجان عشان ما يطلع مالح بعد ما بنجهز التتبيلة وبنحط عليها دبس الفلفلة بندعكها منيح بايدنا لحتى نتأكد ان كل المكونات اللي حطناها ان دمجت مع بعضها بنبلش نحشي حبات المكدوس بنصفها بالبرتمان وبنقلب البرتمان على تمه زي ما بنحكيها او على بابه وبنتركوا ليلة كاملة او يوم كامل او يعني على بين ما تشوفوا انه بطل ينزل مي نهائيا لانه اكيد الملح اللي موجود بقلب التتبيلة او الحشوة برضو رح تسحب شوي من المي وتنزلها وتتصفى بينها في ناس بحطوا خل بقلب الحشوة بس انا ما بحط خل انا مرات بحط رشات من البرغل عساس انه تسرع من امتصاص اي نوع من السوائل من البتنجان وتخليني استعجل انه ادير عليه زيت الزيتون بعد ما بنخلص من الخطوة هاي بنرجع البرتمان لوضعه الطبيعي وبندير عليه زيت زيتون بس ما بنسكر البرتمان بنتركه لحتى يطلع كل الفقاعات الهوائية اللي فاتت مع الزيت اثناء الصب وبعد ما نتأكد انه الفقاعات الهواء راحت تماما شوفوا ما شاء الله كيف شكله بنسكر البرتمان وبنحطه بقلب الخزانة عشر ايام خمستاشر يوم اهم شي نغمره وما نستعمل الا مع الاناشفة ونحنا بنطلع المكدوس وممنوع اي مكدوس يضل من بعد ما اكلنا ان نرجع للبرتمان وهيك بيضاين عندك من السنة للسنة حابة جربوه واذا جربتوه وعجبكم حطولي بالتعليقات بتمنى اللي بقدملكم اياه ينال اعجابكم نعطيكم العافية سلام